أما الصنف الثاني ممن عذره دائم مستمر هم المرضى الذين مرضهم دائم غير منقطع وهو ما يعبر عنه العلماء المرض الذي لا يرجى الشفاء منه الذي لا يرجى برؤه والشفاء منه هؤلاء أيضا من الصنف الأول من أهل العذار وهم من عذره دائم منقطع وهذا أيضا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز له الفطر